اصدر مجلس مدينة ادلب قرارا بازالة البراكات والبسطات المخالفة الموجودة في الساحات العامة والحدائق والارصفة ونقلها لاماكن بديلة تم تحديدها باثنين وعشرين مكانا على اطراف المدينة وفي المناطق الاقل ازدحاما الا ان القرار لاقى اعتراضا من اصحابها لان الاماكن البديلة بعيدة وحركة المدنيين فيها قليلة ما يلحق بهم خسائر في ظل الوضع الاقتصادي المترد الذي يعيشونه اثنين وعشرين مكان اللي حطينا ياهن خارج عن الاسواق البشر تتواجد هي بالسوق نحن فاتحين بالسوق نحن زي بننقل بسطنا غير مكان نحن ما رح نشتغل نحن اليوم نعدي نضن السوق ساعة سبعة ما في حدي بالشوارع الساعة الثمانية ما في حدي بالشوارع بالحال المدينة ادلب ما فيها شغل عجارات المحلات اليوم ثلاثة شهر باجركة وغالي طيب وين دا تروح البشر عم تلاقيه لبديل بآخر الدنيا نحن لا عم نقطع طرقات ولا شيء نحن فاتحين طريق نحن بس بدنا نسترزق انا بفتح من السابعة الصبح للساعة الثلاثين تسكر طالبوا مننا ننقل من الشوارع على كورنيش والكورنيش فاضي يعني ما في خلق هناك يعني الرزق ما في ابدا وامهل حتى نهاية شهر كانون الثاني لنقل بسطاتهم الى الاماكن الجديدة وسيبدأ العمل بازالة المخالفات مع بداية شهر شباط ويعز المجلس السبب وراء اصدار هذا القرار للازدحام المروري الحاصل نتيجة انتشار هذه المخالفات وما تسببه من ضرر للمواطنين في المدينة نحن لن نقطع رزق اي صاحب بركة انما العمل كلها عبارة عن تنظيم تواجد هذه البركات في اماكن محددة تم تحديدها من قبل لجنة في مجلس المدينة طبعا الهدف من هذه العملية هو تنظيمه فقط ليس اغلاق البركيات لان المواطن العادي الان لا يستطيع السير لا على الارصفة ولا على الطرقات اصدار هذا القرار يراه البعض تخفيفا للازدحام الا انه سينعكس سلبا على اصحاب هذه البسطات وجلهم من النازحين والمهجرين وهي مصدر عيشهم الوحيد لا سيما البدائل غير مجدية وقبل التفكير بازالتها يتوجب على المجلس توفير الخدمات الاساسية من ماء وكهرباء ونظافة التي تفتقر لها المدينة على حد قولهم قرار مجلس المدينة بازالة البراكات المخالفة والمشادة في الطرقات والساحات العامة والارصفة ونقلها الى اماكن اخرى قوبلة بالرفض من قبل اصحابها كون البدائل المتاحة بعيد عن مركز المدينة والحركة التجارية فيها ضعيفة هاشمال عبدالله اورينت نيوز مدينة ادلب